الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ أكثر من عام ألقت بظلال سلبية على قطاع السياحة في الأردن الذي يعتمد بصورة رئيسية على منتجعاته الشاطئية على البحر الأحمر والبحر الميت وجاءت تساع دائرة الصراع رغم التحذيرات الدولية والإقليمية فشمل لبنان ليبدد الآمال في تعافي القطاع السياحي خلال أشهر الخريف مع تقلص أعداد الوافدين الغربيين إلى البلاد نركز على أسواقنا الأكثر مرونة والتي لم تتأثر بالوضع بنفس القدر مثل السوق العربية على أمل أن لا تتفاقم الأمور وأن نتمكن أيضا من استقطاب الزوار من أسواقنا التقليدية المناطق الأثرية التي كانت تكذب أكثر من مليون زائر سنويا قبل الحرب تبدل حالها وأغلق أصحاب الأنشطة التجارية أبوابها وتراجعت معدلات إشغال الفنادق في البطراء إلى عشرة بالمئة الحرب هبطت بإيرادات السياحة بالأردن بنسبة 4.3% في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى نحو 5.6 مليار دولار وسط مخاوف من تبخر الحجوزات المستقبلية حال إطالة أمد الحرب وتوسع نطاقها